فالخلاصة إذن أن علم الكلام نافع لكنه غير كاف لمن يريد التحقق ثم يبدأ القول في حاصل الفلسفة وما يذم منها وما لا يذم وما يكفر فيه قائله وما لا يكفر وما يبدع فيه وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق ومزجوه بكلامهم لترويج باطلهم في درج ذلك وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق وكيفية الحق باستخلاص صراف الحقائق والحق الخالص من الزيف والنبهرج من جملة كلامهم يعني ما يذهل في الوهلة الأولى من جملة كلامهم ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام ابتدأت بعلم الفلسفة وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي فيه أعلمهم في أصل ذلك العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور غائله يعني لا يمكن أن ننقض الفلسفة إلا إذا بلغنا غاية علمهم وزدنا عليهم فاطلعنا على ما لم يطلع عليه فعندئذ يمكن أن نناقشهم ونقف على فساد علومهم فنطلع على غاية هذا العلم ثم نزيد عليه ونجاوز درجتهم فنطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور غائله وإذ ذاك يعني عندئذ يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا ولم أرى أحدا من علماء الإسلام صرف عنايته إلى ذلك ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم إلا كليات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد ولا يظن الاعتداد بها بعاقل عامي فضلا عن من يدعي دقائق العلوم فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة فابتدأت بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ومعلم وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التدريس والتصنيف في العلوم الشرعية وأنا ممنوع بالتدريس والإفادة يعني مبتلا بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد في المدرسة النظامية كما ذكرنا في المقدمة فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة أطلعني على منتهى علومهم في أقل من سنتين ثم لم أزل أواضب على التفكر فيه بعد فهمي قريبا من سنة أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخيل اطلاعا لم أشك فيه فاسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم فإني رأيتهم أصنافا ورأيت علومهم أقساما وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواخر فيهم والأوائل بينهم تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه ونذكر هنا أن الإمام أبا حامد فند أقوال الفلاسفة ورد عليهم في كتابه الشهير المعروف بتهافت الفلاسفة فصل في أصناف الفلاسفة وشمول سمة الكفر كافتهم اعلم أنهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام وهم الدهريون والطبيعيون والإلهيون فالصنف الأول هم الدهريون وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر للعالم القادر وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان يعني البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة كذلك كان وكذلك يكونوا أبدا وهؤلاء هم الزنادقة والصنف الثاني هم الطبيعيون وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات وأكثروا الخوضة في علم تشريح أعضاء الحيوانات فرأوا فيها من عجائب صنع الله وبدائع حكمته مضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها يعني آمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى الذي خلق الحيوان والنبات بما في ذلك أيضا الإنسان فلا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطلع إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني ببنية الحيوان ولا سيما بنية الإنسان إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم ثم إذا عدم فلا يعقلوا إعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب فلم يبقى عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب هذه جملة خاطئة منسوخة من هنا فأنكروا الحشر والنشر ولم يبقى عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب فانحلى عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات إنهماك الأنعام وهؤلاء الطبيعيون هم أيضا زنادقة حيث أنهم أنكروا الحشر واليوم الآخر لأن أصلى الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله وصفاته بعد أن وجدوا حسن الصنعة وعجائب الحيوان والنبات فقالوا أنه لا بد من وجود خالق عليم بديع حكيم هو الذي فطر وخلق هذا الخلق لكنهم لما وجدوا أن القوة العاقلة تتأثر بالمزاج وتتغير فإذا إن عدمت لا تعود على ما زعموا فأنكروا الحشر والنشر فهؤلاء هم زنادق أيضا والصنف الثالث هم الإلهيون وهم المتأخرون منهم مثل سقراط والصنف الثالث هم الإلهيون وهم المتأخرون ومنهم سقراط وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون هو أستاذ أرستوطاليس أو أرستو وأرستوطاليس هو الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وخمر لهم ما لم يكن مخمرا من قبل وأنضج لهم ما كان فجا من علومهم وهم بجملتهم ومن كان قبله من الإلهيين رد عليهم ردًا لم يقصره فيه حتى تبرأ عن جميعهم إلا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها فوجب أيضا تكفيرهم وتكفير شيعتهم من متفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهم على أنه لم يقم بنقل علم أرستوطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين ابن سينا والفارابي وأما ما نقله غيرهم فليس يخلو عن تخبط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم وما لا يفهم أو ما لا يفهم كيف يرد عليه أو يقبل ومجموع ما صح عندنا من متفلسفة أو من فلسفة أرستوطاليس بحسب نقل هذين الرجلين ابن سينا والفارابي مجموع ذلك ينحصر في ثلاثة أقسام قسم يجب التكفير به وقسم يجب التبديع به وقسم لا يجب إنكاره أصلا فلنفصله فيما سيأتي ونذكر هنا مرة أخرى أن الغزالي فند أقوال هؤلاء الفلاسفة اليونان والمسلمين فند ذلك في كتاب تهافت الفلاسفة ورد عليه بعض العلماء المسلمين في كتب مختلفة منها كتاب تهافت التهافت وغير ذلك فهنا إذن يبدأ فصلا في ذكر أقسام العلوم الفلسفية التي نقلها ابن سينا والفارابي وغيرهم من فلسفة أرستوطاليس فيقول اعلم أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذي تطلبه يعني بالنسبة إلى موضوعها هي ستة أقسام وهي علوم رياضية وعلوم منطقية وعلوم طبيعية وعلوم إلهية وعلوم سياسية وعلوم خلقية يعني من الأخلاق موضوعها الأخلاق فسيأتي ذكر هذه العلوم الستة واحدة تلوى الأخرى وذكر آفاتها فأما العلم الأول من هذه العلوم الفلسفية الستة فهو علوم الرياضيات أو العلوم الرياضية وهي تتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم يعني علم الكون بما في ذلك علم النجوم والكواكب والمجرات وترتيبها فليس ذلك يتعلق منه شيء بالأمور الدينية لا نفيا ولا إثباتا بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها وقد تولدت منها آفتان فمع أنها علوم برهانية ولا تتعلق بالدين أصلا لكن لها آفتان إحداهما أن من ينظر فيها فيتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح هي ما تداولته الألسنة فيكفر بالتقليد المحض يعني يقلد الفلاسفة لأنه يتعجب من دقة علومهم الرياضية فيقلدهم وهم على الكفر فيكفر بالتقليد المحض ويقول لو كان الدين حقا لم اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم وهذا يحصل منه كثير في الناس خاصة في عصرنا هذا ممن يندهش لدقة العلم الحديث ودقة النظريات فينساق وراءها ويقلد هؤلاء العلماء مع أنهم ليسوا علماء دين فإذا عرف بالتسامع يعني عن طريق السمع إذا عرف كفرهم كفر الفلاسفة وجحدهم فيدل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين وكم رأيت ممن يضل عن الحق بهذا القدر إذن كان هذا حتى في زمن الغزال وهو لا شك موجود أيضا في زماننا ممن يضل عن الحق بهذا القدر لأنه يحسن الظن بالعلماء والفلاسفة لما يرى من دقة علومهم ويقول لو كان الدين حقا لما خفي على هؤلاء فيكفر بالتقليد المحض نسأل الله العافية فكم رأيت ممن يضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه وإذا قيل له أن الحاذق في صنعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقا في كل صنعة فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقا في الطب ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلا بالنحو بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق وإن كان الحمق والجهل يلزمهم في غيرها يعني هؤلاء الفلاسفة أو العلماء البارعين في مجالاتهم هم جاهلين في المجالات الأخرى خاصة منها الدينية فالحمق والجهل يلزمهم في غيرها فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني وفي الإلهيات تخميني لا يعرف ذلك إلا من جربه وخاض فيه فهذا المتبع الجاهل إذا قرر على هذا الذي ألحد بالتقليد لم يقع منه موقع القبول بل يحمله عليه الهوى وشهوة البطالة وحب التكايس يحمله ذلك على اتباع هؤلاء العلماء لأنه أعجب بعلومهم فيحمله ذلك على أن يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلها فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر من يخوض في تلك العلوم الرياضية فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين ولكن لما كانت من مبادئ علومهم من مبادئ علوم الفلاسفة فسرى إليه شرهم وشؤمهم من خلالها فقل من يخوض فيها إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى وأما الآفة الثانية فنبعت من صديق الإسلام جاهل ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم إلى الفلاسفة يعني بعض المتأسلمين الذين يظنون أنهم يدافعون عن الإسلام فيظنون أن الدفاع عن الإسلام هو بإنكار هذه العلوم الرياضية فينكرون كل علم منسوب إليهم فعندئذ أنكروا جميع علومهم بما فيها العلوم الرياضية وهي علوم دقيقة فأدى جهلهم فيها حتى أنكر قولهم في الخسوف والكسوف وزعم هذا المتأسلم الذي يظن أنه صديق للإسلام زعم أن ما قالوه فيهما على خلاف الشرع وهذا أمر واقع أيضا في عصرنا فإذا قرع ذلك القول سمع من عرف ذلك من عرف الخسوف والكسوف بالبرهان القاطع عن طريق الحساب مثلا فلم يشك في برهانه لكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع فازداد حبا للفلسفة وبغضا للإسلام ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم وتعرض للأمور الدينية وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله فهذا الحديث ليس فيه ما يوجب إنكار علم الحساب المعرف لسير الشمس والقمر واجتماعهما ومقابلتهما على وجه مخصوص يؤدي إلى الخسوف والكسوف وأما قوله عليه الصلاة والسلام لكن الله إذا تجلى لشيء خضع له فليس هذا هذه الزيادة لا توجد في الحديث الصحيح فهذا هو حكم الرياضيات وآفتها وأما المنطقيات أو علم المنطق فلا يتعلق شيء منها بالدين نفيا وإثباتا بل هو نظر في طرق الأدلة والمقاييس وفي شروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبها وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان وليس في هذا العلم المنطقي ما ينبغي أن ينكر بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون مثل الأشاعر مثلا وأهل النظر في الأدلة وإنما يفارقونهم يفارقون المنطقيين بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة الاستقصاء في التفريعات والتشعيبات ومثال كلامهم مثال كلام المنطقيين فيها قولهم إذا ثبت أن كل ألف باء لزم أن بعض باء ألف فمثلا إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إنسان فهذا منطق وهذه قاعدة ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية وهي قولهم كل ألف باء هذه موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية وهي أن بعض باء ألف وأي تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر فلا ينبغي لعلماء الدين أن ينكر العلوم المنطقية وإذا أنكر هذا العلم المنطقي لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار يعني من ينكر من علماء الدين من ينكر العلوم المنطقية فإنه يسيء إلى الدين لأن ذلك يؤدي إلى سوء اعتقاد المنطقيين بدينه الذي يعتمد عليه في إنكار هذه العلوم والحقيقة أن العلوم المنطقية لا تتناقض مع الدين فلا ينبغي أن تنكر فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار وهذا يحصل أيضا في هذا الوقت فكثير من المتأسلمين ينكرون هذه العلوم ويظنون أنهم يحسنون وهم يسئون للدين نعم لقد وجد أن لهم نوع من الظلم في هذا العلم يعني بعض المنطقيين لهم نوع من الظلم في هذا العلم وهو أنهم يجمعون أن للبرهان شروطا يعلم أنه يورث اليقين لا محالة لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط مثلا ما يتعلق بالنبوة أو الغيبيات فما استطاعوا الوفاء بتلك الشروط بل تساهل غاية التساهل وربما ينظر في المنطق من يستحسنه ويراه واضحا فيظن عندئذ أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين فيستعجل الكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية فهذه هي آفة هذه العلوم المنطقية فهي آفة متطرقة إليها وأما علم الطبيعيات فهو بحث عن أجسام العالم والسماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة كالماء والهواء والتراب والنار ومن الأجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها وذلك يضاهي بحث الطبيب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية والخادمة وأسباب استحالة مزاجها وكما أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطب فليس من شرطه أيضا إنكار هذا العلم الذي هو العلم الطبيعي وهو ما يعرف الآن بالفيزياء والكيمياء ويدخل في ذلك الهندسة وغير ذلك فلا ينبغي إنكار هذه العلوم كما لا ينبغي أن ينكر الدين علم الطب فليس من شرط الدين أيضا إنكار ذلك العلم إلا في مسائل مبنية أو مبينة محددة ذكرناها في كتاب تهافة الفلاسفة يعني بعض الموضوعات الجزئية في هذه العلوم ربما تناقض الدين لكن من حيث العموم لا ينبغي للدين أن ينكر هذه العلوم وذكر تفصيلها في كتاب تهافة الفلاسفة الذي ذكرناه من قبل وما عدا هذا مما يجب المخالفة فيها فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها وأصل جملتها أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسها بل هي مستعملة من جهة فهي مستعملة من جهة فاطرها أو خالقها وأن الشمس والقمر والنجوم والطبائع كل ذلك مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته عن ذاته وأما الإلهيات وهو الصنف الرابع من هذه العلوم الفلسفية ففيها أكثر أغاليطهم فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما اشترطوا في المنطق ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيه ولقد قرب مذهب أرسطوطاليس فيها من مذاهب الإسلاميين على ما نقله الفاراب وابن سينا ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا يجب تكفيرهم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنفت كتاب التهافد أما المسائل الثلاث التي يجب تكفيرهم بسببها فقد خالفوا فيها كافة الإسلاميين وذلك في قولهم أن الأجسام لا تحشر وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة وأن المثوبات والعقوبات روحانية لا جسمانية ولقد صدقوا في إثبات الروحانية وأنها كائنة أيضا ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به فهذا فهذا من المسائل التي يجب تكفيرهم بسببها لأنهم أنكروا جزءا من الشريعة ومن ذلك أيضا قولهم إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات وهذا أيضا كفر صريح بل الحق سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ومن ذلك أيضا وهي المسألة الثالثة قولهم بقدم العالم وبأزليته فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات وقولهم أنه سبحانه وتعالى عالم بالذات لا بعلم زائد وما يجري مجراه من هذه الأقوال فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك وقد ذكرنا في كتاب فيصل التفرق بين الإسلام والزندق ما يتبين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه وأما فيما يتعلق بالسياسيات فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية والأيال السلطانية يعني في كيفية الحكم وتوزيع الضرائب وتوزيع الجبايات وغير ذلك وإنما أخذوا هذه الحكم من كتب الله المنزلة على الأنبياء يعني على الأنبياء السابقين لهم قبل الإسلام وكذلك من الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء وأما العلوم الخلقية فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها وإنما أخذوها من كلام الصوفية وإن كانوا قبل الإسلام فكذلك يسموا صوفية وهم المتألهون المثابرون على ذكر الله تعالى وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا وقد انكشف لهم في حالاتهم من أخلاق النفس وعيوبها وآفات أعمالها ما صرحوا بها فأخذتها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلا بالتجمل بها إلى ترويج باطلهم ولقد كان في عصرهم بل في كل عصر جماعة من المتألهين لا يخلي الله سبحانه وتعالى العالم عنهم فإنهم أوتاد الأرض ببركاتهم تنزل الرحمة إلى أهل الأرض كما ورد في الخبر أي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بهم تمطرون وبهم ترزقون ومنهم كان أصحاب الكهف وكانوا في سائر الأزمن على ما نطق به القرآن الكريم فالصوفية والمتألهون موجودون في كل وقت فتولدوا من جهة مسجهم أو تولد من جهة مسجهم كلام النبوة وكلاما الصوفية في كتبهم تولد من ذلك آفتان آفة في حق القائل وآفة في حق من يرد عليه فأما الآفة التي في حق الراد فعظيمة وهي إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام يعني في الأخلاقيات ذلك الكلام إذا كان مدونا في كتبهم وممزوجا بباطلهم ينبغي أن يهجر ولا يذكر بل ينكر على كل من يذكره وهذا أيضا ما يحصل في وقتنا فينكرون على أهل التصوف لوجود بعض العبارات في كلامهم مما أيضا هو في كلام الفلاسفة فيظنون أنه ينبغي أن لا يذكر بل ينكر على كل من يذكره إذ لم يسمعوه أولا إلا منهم إلا من الفلاسفة فسبق إلى عقلهم الضعيف أنه باطل فرده لأن قائله مبطل وذلك مثل الذي يسمع من النصران قولا لا إله إلا الله عيسى رسول الله فينكره ويقول هذا كلام النصران ولا يتوقف ريث ما يتأمل أن النصرانية كافر فقط باعتبار هذا القول أو باعتبار إنكاره لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن كافرا إلا باعتبار إنكاره فلا ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر فربما هو حق في نفسه وإن كان أيضا حقا عنده يعني قول النصراني لا إله إلا الله عيسى رسول الله هو حق وإن كان النصراني كافرا لا بهذا القول بل بإنكاره لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا لا يمانع أن نأخذ منه ما هو حق مع أننا لا نأخذ منه كل شيء ولا نعده أنه على حق فنأخذ منه ما هو حق ونترك ما ليس بحق فلا ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه وإن كان أيضا حقا عنده وإن كان هذا القول هو أيضا حق عنده أن عيسى رسول الله فهو أيضا حق عندنا وهذه هذا الإنكار الخاطئ هو عادة ضعفاء العقول لأنهم يعرفون الحق بالرجال للرجال بالحق والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال لا تعرف الحق بالرجال يعرف الحق تعرف أهله والعاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول فإن كان حقا قبله سواء كان قائله محقا أو مبطلا بل ربما العاقل ربما يحرص على انتزاع الحق من تضاعيف كلام أهل الضلال عالما بأن معدن الذهب الرغام ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب وانتزع الإبريزة الخالصة من الزيف والنبهرج مهما كان واثقا ببصيرته وإنما يزجر عن معاملة القلاب وهو الغشاش يزجر عنه القروي دون الصير فيه ويمنع من ساحل البحر الأخرق دون السابح الحاذق ويصد عن مس الحياة الصبي دون المعزم البارع والعمر ما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم البراعة والحذاقة وكمال العقل وتمام الآلة في تمييز الحق عن الباطل والهدي عن الضلالة فلما غلب ذلك عليهم وجب حسم المادة في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلال ما أمكن إلى ذلك إذ لا يسلم عن الآفة الثانية التي سنذكرها أصلا وإن سلموا عن الآفة التي ذكرناها ولقد اعترض على بعض الكلمات المثبوتة في تصانيفنا وأسرار علوم الدين اعترض طائفة من الذين لم يستحكم في العلوم سرائرهم لم تستحكم في العلوم من الذين لم ينفتح إلى أقصر غايات المذاهب بصائرهم وزعم أن تلك الكلمات هي من كلمات الأوائل مع أن بعضها من مولدات الخواطر من مولدات الخواطر ولا يبعد أن يقع الحافز في بعضها ويوجد في الكتب الشرعية وأكثرها موجود معناها في كتب الصوفية وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم فإذا كان ذلك الكلام معقولا في نفسه مؤيدا بالبرهان ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة فلما ينبغي أن يهجر وينكر ولو فتحنا هذا الباب وتطرقنا إلى أن يهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل لزيمنا أن نهجر كثيرا من الحق ولزيمنا أن نهجر جملة من آيات القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وحكايات السلف وكلمات الحكماء والصوفية لأن صاحب كتاب إخوان الصفا أوردها في كتابه مستشهدا بها يعني على أنها من كلام الفلاسفة ومستدرجا قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله ويتداعى إلى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا لإيداعهم إياها في كتبهم وأقل درجات العالم أن يميز أو يتميز عن العامي الغمر يعني البسيط فلا يعافي العسل وإن وجده في محجمة الحجام يعني العالم يأخذ الحكمة وإن كانت من المبطلين فإذ قد تحقق أن الدم مستقذر لا لكونه في المحجمة ولكنه مستقذر لصفته في ذاته فإذا عدمت هذه الصفة في العسل الذي وضع في المحجمة فكونه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة المستقذرة فلا ينبغي أن يوجب له الاستقذار وهذا وهم باطل وهو غالب على أكثر الخلق فمهما نسبت الكلام وأسنته إلى قائل قد ساء فيه اعتقادهم وهذا خطأ من الناسخ فإذا نسبت الكلام إلى قائل قد ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقا وأبدا لا يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق وهو غاية الضلال هذه هي آفة الرد وأما الآفة الثانية آفة القبول فإن من نظر في كتب الفلاسفة كإخوان الصفة وغير ذلك من الكتب الفلسفية فرأ فيها ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية والكلمات الصوفية ربما استحسنها وقبيلها وحسن اعتقاده فيها فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به بحسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه وذلك نوع استدراج إلى الباطل ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغرور والخطر كما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مذالق الشطوط ويجب صون الخلق عن مطالعة الكتب كما يجب صون الصبيان عن مس الحيات ويجب صون الاستماع أو الأسماع عن مختلط تلك الكلمات كما يجب على المعزم أن لا يمس الحية بين يدي ولده الطفل إذا علم أنه سيقتدي به ويظن أنه مثله بل يجب عليه أن يحذره بأن يحذر أو يحذر هو في نفسه ولا يمسها بين يديه فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله وكما أن المعزم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بين الترياق والسم واستخرج من السم الترياق وأبطل السم فليس له أن يشح يعني أن يبخل بالترياق على المحتاج إليه كذلك فإن الصراف الناقد البصير إذا أدخل يده في كيس القلاب الذي يغش الذهب بغيره وأخرج من الكيس الإبريز الخالص وأفسد الزيف والتبهرج فليس له أن يشح بهذه الحيل المرضية على من يحتاج إليها فكذلك العالم كما أن المحتاج إلى الترياق إذا شمأزت نفسه عنه علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز السم فعندئذ وجب تعريفه وكذلك الفقير المضطر إلى المال إذا نفر عن القبول قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض وهو سبب حرمانه عن الفائدة التي هي مطلبه ويحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والنبهرج والجيد لا يجعل الجيد زيفا كما لا يجعل الزيف جيدا فكذلك قرب الجوار بين الحق والباطل لا يجعل الحق باطلا كما لا يجعل الباطل حقا فهذا مقدار ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة والعلوم الفلسفية الستة وغائلتها إذن كانت هذه قراءة لكتاب المنقذ من الضلال للشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وهو مجدد القرن الخامس الهجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة